وإلى البرصة المصرية حيث ترجعت المؤشرات بشكل جماعي في ختام التعاملات بدغوط مبيعات المتعاملين للعرب والأجانب ترجع رأس المال السقي بنحو 5 مليارات و700 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 683 مليارا و113 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 10.514 نقطة وأغلق عند 10.415 نقطة مترجع بنسبة 95% وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 1843 نقطة وأغلق عند مستوى 1832 نقطة منخفضا بنسبة 59% كما فتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 2775 نقطة ليغلق عند مستوى 2750 نقطة منخفضا بنسبة 88%